ذكرى المسيرة الخضراء مسيرة سلم وسلام ولكن وبناء أيضا سنتحدث عنها بالتفاصيل أكيد ولكن حين نتحدث عن ملف يتعلق بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي كهيكل تنظيمي نعم ولكن المغرب كما قلنا في المقدمة لم يغادر قارته الأفريقية قط لامتدادات سنتحدث عنها بالتفاصيل يوم تاريخي كما نشاهد من خلف الصور العهل المغربي الملك محمد السادس في شهر يناير 2017 كان في أديسة بابا وسط استقبال حار صفق له الجميع ابتسم الجميع واستبشر خيرا بمرحلة أفريقية جديدة تمر منها دول القارة فكان هذا الترحاب المنقطع النظير أستاذ الغالي ماذا شكلت هذه اللحظة وهذه اللحظة لها أكثر من قراءة حيث أنها شكلت أولا نقطة عطاف في مصار العلاقات المغربية الأفريقية وحتى الدولية لأن في عودة المملكة المغربية إلى الحضن الأفريقي هذا أعطى ثقة وأعطى زخام بالنسبة للعلاقات الجيوسياسية والجيوستراتيجية لأن غياب المغرب على أي يمكن نقول بأنه لم يكن غياب روحي تقافي اقتصادي بل التعاول الاقتصادي ظل مع مجموعة من الدول الأفريقية ولكن هذا أكد على أن عودة المملكة المغربية فيه حمولات وفيه مؤشرات تقول بأن إفريقيا لها معطيات أخرى وبأن إفريقيا لها وجه آخر وبأن إفريقيا ليست فقط قارة النزاعات والأزمات بل أن إفريقيا هي قارة واعدة بمستقبل العالم ككل ولحظنا بأن من خلال هذه العودة حجم الاتفاقيات التي تجاوز الألف الاتفاقية لا يؤكد على أن من جهة بأن الأواصر لم تكن منقطعة مع إفريقيا لأنه لا يمكن لأحد أن يتصور بأن في ضرف وجيز تقريب سنتين وصل عدد الاتفاقيات التي استخلصتها المملكة المغربية مع مختلف الدول الإفريقية من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط إلى الغرب إلى الشرق فكل الدول التي كان يزورها جلالة الملك محمد السادس أكدت على عمق هذه الروابط وأكدت على أن حضور المملكة المغربية إلى جانب الأشقة في الاتحاد الإفريقي فيه دعم معنوي وفيه دعم مادي وأكيد بأن حجم المعاملات والتبادلات بعد العودة تقريب خمس سنوات أكد بالملموس بأن النظرة العالمية إلى إفريقيا لم تعد كما كانت وهذا بطبيعة الحال من خلال المرافعة التي كانت تقوم بها المملكة المغربية سواء من خلال علاقتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الشركاء الأساويين روسيا والصين وهذا بطبيعة الحال ينطلق من مسألة أساسية وهو صبيب التقاء الذي تتمتع به المملكة المغربية لدى هؤلاء الشركاء وبالتالي فكما قلنا أن هذه العودة شكلت نقطة أنعطاف أساسية فيما هو إيجابي للقرة الإفريقية ككل اشتركوا في القناة